مرحبا مواليد برش الدلو معكم كارم الشماس اليوم بدي احكي عن الأسبوع الأخير من شهر كانون التاني يناير وأول يومين بشهر شباط فبراير طبعا الشمس موجودة ببرشكن كل هيدا الفترة وهيدا شيء كتير مهم لأنه بيعطيكن مجال وقدرة لحتى تطوصفحة من الماضي وتبدأوا صفحة جديدة فترة كتير حلوة بتساعدكن وأنا كتير حكيت عن تأثيرات الالتقاء الأمر والشمس يوم الجمعة 24 بالفيديو الجمعة 24 كانون التاني بتقدروا ترجعوا وتحضروا الفيديو المهم هيدا الأسبوع كيف بدو يكون كيف بدنا نودع شهر كانون التاني وكيف نستقبل شباط فبراير أنا بعطيكم الأحوال الفلكية لما بعطيكم نوعية الوقت كل يوم بيومه وعليكم أنتوا تختاروا أي الأفضل الوقت الأفضل لألكم لكن بشكل عام هو أسبوع كتير حلو أسبوع بتتقدموا فيه بقوة أسبوع بتبهروا الآخرين بتلثوا الأنظار لطاقاتكم تانين وثلاثة مثلا الأمر موجود ببرش الحوت يلي هو برش صديق لألكم عم بيعطيكم قوة عم بيعطيكم مناعة عم بيعطيكم حصانة عم بيعطيكم طاقة وقدرة على تخيل الأمور بإيدكم الأمر الواقع بتشوفوه وبتلمسوه لمس اليد بتواجهوا حقائق معينة يمكن تضطروا تواجهوا نتيجة لأمتحانات دراسية وغيرها يمكن بتواجهوا مسألة مالية من قرد أو من فاتورة لازم تندفع مسائل ما بتقدروا تجيها لوا بيطالبوكم فيها انتوا قادرين مواليد رشد دلو أنكم تحسموا الكثير من هالأمور المالية وغير المالية الثروات عند الإنسان مش دايما هي مسائل مالية فيها تكون طاقات مهارات قدرة على التفاعل الميزات الحلوة هاي دي كلها رح بتبين التنين والتلاتة ورح تدخل على الخط فبتكون تركزوا على التنين والتلاتة لحتى تحسموا أموركم تتفاعلوا مع أموركم تتدبروا أموركم اليومية بطريقة سابتي وانتوا قادرين لأنوا بتملكوا حس عالي جدا بالمسئولية وبالثقة بالنفس فأنا مش خايفة عليكم التنين والتلاتة انتم أقوياء والفترة ممتازة لحتى تربحوا ولحتى تستردوا حقكم لكن بيكون تنتبهوا إذا نزلتوا على السوق ما تكونوا كتير عم بتصرفوا أموالكم بطريقة عشوائية أو إذا عنكن توظيفات مالية بتكون تنتبهوا أنتم عم بتفاوضوا الأربعة نفس الشي حتى الساعة 2 تظهر توقيت بيروت كل شي والأمر موجود ببرش الحوت هي فترة مفاوضات واستعادة حق مثلا بينتقل بعدها الأمر لبرش الحمل وهون بيولع مولود برش الدلو بتقوى أفكاركم وحجاجكم المقنعة وطريقتكم في التعاطي مع الناس ومع الآخرين وبتبدعوا بامتحاناتكم بزياراتكم صوتكم بيوصل أفكاركم بتوصل حجاجكم بتوصل وبتقنعوا الآخرين فترة ممتازة للعمل للاجتماعات للمفاوضات للتسويات لطرح الأفكار لتكونوا جريئين لتتنقلوا لتتحركوا لحتى تحكوا وتعبروا لكن طبعاً ضمن حدود ما معناتها بتكون أنه خلص حكينا شو ما كان لا عندكم طاقة وعندكم قدرة لتوصلوا صوتكم بتكونوا أزكياء عندكم سرعة بديهة تلميذ الأشغالكم بأعمالكم وين ما كان رح بتكون صوتكم صداح وواصل هذه فترة ممتازة تنهو فيها شهر كانون الثاني يناير أما السبت والأحد فالأمر بيكون عم بشكل مربع مع برشكن الأمر بيكون ببرش الثور يتراجع شوي مولود برش الدلو بيرجع لذيته لبيته لعيلته للمطرح اللي بيرتاح فيه عطلة الأسبوع متعب شوي أنتو بيحاجة أنكم تدللوا حالكم نتفيه ترتاحوا شوي كان أسبوع عاج أكتير أخذ منكم طاقة فسبتوا الأحد أنتو بيحاجة أنكم ترجعوا تلتقوا مع حالكم تصالحوا تتصالحوا مع ذيتكم تحبوا حالكم وتحبوا عيلتكم وتحبوا شؤونكم الخاصة وتهتموا فيهم بحالكم وبعيلتكم لأنهم بيحاجة للكم يمكن أهملتون بسبب كثرة الشغل ما بيأثر بمعنى أنه يمكن كنتم مضطرين تشتغلوا لكن بتكون تعودوا فسبتوا الأحد هني يومين تشعروا فيهم ببعض القلق وشوية استرس يمكن بسبب أمور عائلية لكن بداية شهر شباط حلو تحتفلوا ببعض الأمور مع الأحبة أسبوع بعتبروا كتير حلو وممتاز الأكثر حظاً كلكم محظوظين الأنشط يلي ما بيهدى هو 6 إلى 17 شباط فبراير بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو بنلتقي بالأبراج اليومية للتفاصيل باي باي